السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة الأعزاء أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية نقدمه لكم بعنوان الفاظ العقود والأعداد المعطوفة الجزء الثاني عزيز الطالب هذا هو الجزء الثاني من شرح هذا الدرس أرجو منك أن تشاهد أولا الجزء الأول قبل البدء في سماع الجزء الثاني هل أنتم مستعدون كما كنتم دائما هيا بنا لكن دعونا أولا أعزاء الطلاب نتعرف معا إلى أهداف التعلم الخاصة بهذا الدرس أهداف الدرس الهدف الأول كتابة الأعداد المعطوفة كتابة صحيحة الهدف الثاني إعراب الأعداد المعطوفة ومعدودها إعرابا صحيحة تذكر عزيز الطالب قد صنفت لك الأعداد في الجدول الآتي إلى الأعداد المفردة والأعداد المركبة وألفاظ العقود والأعداد المعطوفة تذكر أيضا عزيز الطالب أن ألفاظ العقود هي الأعداد من 20 وحتى 90 وأن ألفاظ العقود لا تتغير مع المعدود تذكيرا وتأنيثا وتعرب حسب موقعها وهي ملحقة بجمع المذكر السالم ويأتي المعدود بعدها مفردا ويعرب تمييزا منصوبا وذكرت لك عزيز الطالب أن ألفاظ العقود لا تتغير مع المعدود تذكيرا وتأنيثا وقلنا أيضا أن ألفاظ العقود تعرب حسب موقعها وهي ملحقة بجمع المذكر السالم فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء وتعرفنا أيضا إعراب ألفاظ العقود بشكل صحيح كما في الأمثلة التي أمامك وتعرفنا أيضا عزيز الطالب أن معدود ألفاظ العقود مفرد منصوب ويعرب تمييزا والآن أظن أنه بات بإمكانك أن تعرب التمييز بشكل صحيح كما في الأمثلة التي بين يديك عزيز الطالب قم بإيقاف المقطع الذي بين يديك الآن واقرأ هذه الفقرة قراءة صامتة متأنية الآن بعد أن انتهيت من قراءتها قراءة صامتة استمع إلى قراءة معلمك شارك خمسة وستون طالبا وست وخمسون طالبة في مسابقة كتاب المستقبل الهادفة لاكتشاف المواهب الطلابية في مجال القصة القصيرة وقد تأهل إلى التصفيات النهائية ثلاثة وثلاثون طالبا وتسع وثلاثون طالبة لتعلن لجنة التحكيم في حفل الختام فوز 22 طالبا و 21 طالبة بالمراكز المتقدمة على مستوى مدارس دولة قطر الآن أعزيز الطالب بعد أن انتهينا من قراءة الفقرة قم بإيقاف المقطع وابدأ الآن بقراءة الأسئلة والإجابة عنها الآن أعزاء الطالبة بعد أن انتهينا من قراءة الأسئلة تعالوا بنا نجب عنها السؤال الأول ماذا تسمي الأعداد الملونة باللونين الأزرق والأخضر؟ أحسنتم وأبدعتم إجابة صحيحة الأعداد المعطوفة السؤال الثاني أوافقت الأعداد الملونة بالأزرق معدودها من حيث التذكير والتأنيث أم خالفت؟ بارك الله فيكم أبناء العزاء خالفت السؤال الثالث أوافقت الأعداد الملونة بالأخضر معدودها من حيث التذكير والتأنيث أم خالفت؟ نعم أحسنتم وافقت السؤال الرابع هل جاء معدود هذه الأعداد تمييزها مرفوعا أم منصوبا أم مجرورا؟ أحسنتم يا أبطال منصوبا والآن بعد أن تعرفنا كتابة ألفاظ العقود وإعرابها بشكل صحيح دعونا نتعرف أيضا كتابة الأعداد المعطوفة وإعرابها بشكل صحيح الأعداد المعطوفة هي الأعداد من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين وسميت معطوفة لماجيء حرف العطف الواو بينها وبين لفظ العقود العدد واحد وعشرون هنا العدد يتكون من عددين مرتبطين ببعضهما بحرف العطف أي عددان متعاطفان بحرف الواو العدد الأول هو المعطوف عليه والعدد الثاني هو المعطوف وكذلك الحال واحد هو المعطوف عليه وعشرون هو المعطوف وحرف الواو هو حرف العطف الآن انتبه عزيز الطالب جيدا لما سأقوله لك الأعداد المعطوفة المبدوئة بواحد واثنين تطابق المعدود أما لفظ العقود تابع لإعراب ما قبل حرف الواو لنقرأ الجملة الآتية جاء واحد وعشرون طالبا ما نوع المعدود هنا عزيز الطالب؟ أحسنت المعدود مذكر تذكر عزيز الطالب أن الجزء الأول يوافق المعدود والجزء الثاني تابع للمعطوف عليه والآن أطلب منك عزيز الطالب أن تكتب العدد بشكل صحيح أحسنت ستقول جاء واحد وعشرون طالبا الآن بعد أن درسنا الأعداد المعطوفة المبدوئة بواحد واثنين ندرس الآن الأعداد غير المبدوئة بواحد واثنين عزيز الطالب لنتأمل العدد جيدا نلاحظ أن الأعداد المعطوفة غير المبدوئة بواحد واثنين تخالف المعدود أما المعطوف أو لفظ العقود هو الواقع بعد الواو نجح ثلاثة وعشرون طالبا أولا ما نوع المعدود هنا أحسنتم وأبدعتم المعدود مذكر أحسنتم يا أبطال سؤال أين الجزء الأول والجزء الثاني أحسنتم وأبدعتم الجزء الأول هو المعطوف عليه ويخالف المعدود أما الجزء الثاني هو لفظ العقود المعطوف لا يتغير مع المعدود وهو تابع للمعطوف عليه في الإعراب لذلك نقول نجح ثلاثة وعشرون طالبا وما سبب ذلك لأن المعدود مذكر والعدد مؤنث يخالف المعدود عزيز الطالب عد إلى قاعدة الدرس في الكتاب المدرسي ثم قم بإيقاف المقطع وأجب عن السؤال الآتي أحسنتم وأبدعتم السؤال ألف توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمره ثلاثة وستين عاما السؤال باء على السفينة اثنان وعشرون بحارا عزيز الطالب قم بإيقاف المقطع الذي بين يديك وافتح كتابك على الصفحة المحددة ثم أجب عن السؤال الذي أمامك بعد أن أجبت عن السؤال تعالوا بنا نحدد الإجابة الصحيحة أولا ينبغي عليك أن تحدد المعدود ثانيا أن تحدد الموقع الإعرابي للعدد الأول ثالثا أن تطبق قاعدة العدد بشكل صحيح بين العدد والمعدود رابعا أن تعرب المعطوف بشكل صحيح الآن دعونا نحدد الصواب الصواب سبع وعشرين لأن عشرين اسم معطوف مجرور وعلامة جريه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم الصواب ستة وثمانون بتأنيث ستة لأن الأعداد المعطوفة غير المبدوئة بواحد واثنين تخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا ثمانون اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم انتبه عزيز الطالب جيدا لإعراب الأعداد المعطوفة يعرب ما قبل حرف العطف المعطوف عليه العدد من واحد إلى تسعة حسب موقعه أما ما بعد حرف العطف المعطوف أي لفظ العقود فيعرب تبعا للمعطوف عليه ويعرب المعدود بعدها تمييزا منصوبا ويأتي مفردا مثال جاء واحد وعشرون طالبا واحد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة عشرون اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الواو طالبا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة عزيز الطالب قم بإيقاف المقطع الذي بين يديك وافتح كتابك على الصفحة المحددة ثم أجب عن السؤالين الآتيين الآن عزيز الطالب تأكد من إجابتك عزيز الطالب أوقف المقطع ثم أعرب ما تحته خط فيما يأتي كرم المدير خمسة وعشرين متفوقا خمسة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الواو حرف عطف عشرين اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم متفوقا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة والآن إليك عزيز الطالب هذا التدريب أوقف المقطع ثم أعرب ما تحته خط فيما يأتي والآن تأكد من إجابتك بهذا أعزاء الطلاب نكون قد انتهينا من درس ألفاظ العقود والأعداد المعطوفة في رعاية الله